يا هلا ومرحبا يا هلا بضلل حياك والله هاني والا ساعة امباوكا يا هلا ومرحبا حياك والله يا هلا يا هلا والدي يا منعور هانت تشوف اللي انشوفه يو الله اني شوفه هذا ابو عامر عزمله ريجين ولا عزمنا والله انها عيب وشك جيب اعرف تسيري عزمه ريجيني من اي مين كويسارك مخليه كبول والله احنا بحق عزم له سبع رجال وحنا جيرانا مع زمنا وانحق الجير يا يبا هايين يا ابو عامر يا هلا حياك والله تفضل الاشعاكم سموا سموا ابو عامر ما هقيتها منك يا ابو عامر ابو مناول حياك الله تفضل تفضل الحين تفضلوا يا مطارة الطيور برزاقها يمنح المطارة تشوفوها موجودة هالحين عزيمتكم تتعداني وانا جارك انا جدار بالجدار يا ابو مناول لا تفشلنا مع الضيوف بعدين العشة جاء معترض والدعوة محفوفة ويوم انها محفوفة على قولك وانت عزملك سبعة رجاجين ثانا عزمتني انا وعيالي اربعة وصلنا احدعش ما عاد في الخشمة ما عاد فيهم روا وتقدير او كيف تخلونا الشيخ ابو مناور عياله وتعزمونا عم الدجاج حيو الله عم الدجاج عم الدجاج لا ما يأكل لحم الا عند الناس اما بيته ما يأكل الا دجاج ما لك الا بالحق اللي يرضيك هالحين نقلل تاعش يوصل خير ان شاء الله عبدان يا ابو عامر حن ما نقلل طلع على واجب خاص كرح يا البثر طرار يتشرط بعد ما يخال تعشوا هالحين وباسر غداكم عندنا انتم والجيران حن واجبنا جزاك الله خير وصل واعذرنا ما نقدر نجيباتر يا ابن الحلال كل اللي حتي عن نفسه انا ابا جيباتر ابو عامر عسعك على القوة يلا تفضلوا تقدرون تاكلوا مرتين اليوم وبكرة بعد تفضلوا انتم يلا يواني يلا يبا يلا تفضلوا تفضلوا سموا سموا عاسفين على الدخل هذه تفضل يبا أفا خير ان شاء الله انا ابو مناور انا وعيالي تعزمنا على اعظيمات وغيرنا تعزمهم على مفاطيح لحم لحم يا ابو مناور ما تشوف لحم وبلد ولباني بعد الشيخ ابو مناور تقاطع اللحم ثلاجة قسم بالله حطينا بالفريزن ما حطينا بالثلاجة ما عاد في الحشمة؟ ما عاد في تقدير لغيجي جاينا اش حد كب عنا ولا وقت غداكم هذا موفر ولحمها بساس اشبع بهنت وبوك يا جمعت الخير لحم ثلاجة او مفطح كلها نعمة ربي اهم شي انها لحم كيف وك يا ابو الديجاج كل من لحم ثلاجة اقول انا اشهد ان المراجل تشايدة اهم 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 ا عامر أنا يا أبو مناور ما هانت عليك كلمتك يوم أنك تقول أن المرادل تسايدة عز الله أن المرادل ما هي بتسايدة لا علي ولا على أبوي وهذه أربع خرفان لكل واحد منكم خاروف واستروا ما وجهت كفو كفو يا انطح كفو يا عامر والله أنك شيخ وانا تشيخ داري مادم هذا كلامك ومرجلتك وبيض وجهك هاجا للجاب له أنت وابوك عندنا للعشاء ايه يا زين هالريحة بشني آه اسمعي مثل ما قلتك كل ذبيحة في قدر ولا تنسين تطبخينا الرز بمركة اللحم ما نمقصر يا أبو مناور بس الحين يوم أنك تبت تذبح أربع دبايح ورا ما وديتنا المطبخ ها 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 اوديه للمطبخ ودينا إياه على أقل كان خليتني أطبخ واحدة لضيوفك والباقي حطيتهم بالتلاجة وشولو هالأسراب ها لا امعاصي وعلف امعاصي هانا باطبخ الأربع كلهم ويشوفونهم الضيوف وغير الضيوف هانا ما بيحدني ينقض علي أنا خام من النقادة اخ الله يصبرني الله يصبرني عليك هقول اطبخي بس وانتساقته ولاي أكثر حتشت وقرقت دل حريم على أخر الزمن أولا دي يا معجب اسمع أبيك تصورها على المفاطح كلها ها ثم ترسلها لقروبة الحارة أها بيجيبو زايد يشوفها وينجهر لأني ما عزمته أبو شرف ساعات كفو ايه كفو يا هلا والله مسهلة حياكم الله على كرامة أبو عامر وابلد عامر الله يبارد شريك ويجزاك خير ونقو أنك ذاب حندي بيها واحدة وقاسمها على أصحلين كافتنا الله يحدينا بيها مردن وحربا ما هو هذا قدرك يا بو عامر والله يجملني إن شاء الله في هذه وفي غايها ما أنا سم ولا أحييكم واحد اثنين ثلاثة أربعة نفس الذبايح اللي عطيتم إياها ذبحوها لنا قسر اللحم ذا شكراكم الله شكراكم الله شكراكم الله كثر الله خيرك يا بمناور ها وراكم رسولتكم تغيرت ها طليوا رسولتكم شوف طليوا ها ها حتى أنت لسارك طلعه لسارك قصرك حسبي الله عليكم وش ما أكرين أنتم حبر ولا لحم شيف ها قسام بالله لحم بلدي بعد وش لا لحم بلدي ناحية سانة غالتك في دجانة أكيد أنتم تبغوا تأكل وبلاش أصلا لو نبغى نأكل ببلاش ها حطينا شعر ولا صرصور في الصعب واتهمناكم رتا ها كده أنظامكم أركضوا يا جماعة أركضوا يا جماعة وش رأيك الحين كل دولة ودهم يأكلون ببلاش كل دولة يتجبون وش ماكلين انتم ساهم وانتم وش ماكلين ساهم منظمة الصحة العالمية وهو بيصيب الخرفان وبالمناسبة هو عبارة عن فيروس بيصيب اللحوم والشحوم اللي بندسم بيها شواربنا عشان كده أنا أوجه رسالتي للأخوة المشاهدين الغابعين خلف شاشات التلفزيون وبقول ليهم بطلوا تدسموا شوارب بعض طيب دكتور وماذا عن بقية المواشي من الإبل والبقر وغيرها؟ سؤال جميل جداً الخرفات ده بيصيب جميع اللحوم الحمراء غاطبتاً عشان كده أنا ماذا يرليه أي يزول يأكل اللحوم حمراء ما تخلوكم على اللحوم البيضاء آي باس باس هذه والح البلشح حدنا الله على الدجاج أقول لي الأخوة أبالي خمسة دجاجات خمسة في خمستاشر أربع آلاف وثمنمية أربع آلاف وثمانمية غالية الأخوة غالية طارت يا أبويا بعد من قطعت اللحمة صارت الدجاج سعره عالي تدري عاد ما دمت صدق أجل حطنا بيض البيض أغلى الطبق بألف ريال ليش 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 أصبروا ليش غالية أنا أحب لأنت هونتم أنا أحب لأو العالم ما يصير ما يصير يا أبويا البيض طبيعي هو اللي بيجيب الدجاج لو قالك بيضة فيها حبتين صفار صار عندك حبتين دجاج يا أبويا البيض يا أبويا البيض أبويا البيض خذية يا مرا هذه أجلح الدجاج تكفي للمدة أسبوع إلينا الله يحلها ونوفر حق الدجاجة جنهان؟ تبينا ناكل جنهان اسبوع؟ وش فيها الجنهان؟ مهيب نعمة؟ ترى يشاريها بصواثمية وخمسين ريال مهي مرخيصة الحين صرت تعارفة النعمة والمباطيح اللي كنت أعزم ضيوفك عليها يا شيخ الفلس وشي ها؟ هقولي ما راح اسكتي اسكتي ترى حق عفلة والله لا سويت انت ونرض واحد هل اتفضل؟ ترى يا جماعين ونحين الطبيب سيأتي ويشرح لكم طريقة العلاج ما هي أنت كنت بدعي لسانك؟ خذ دق أحد أحسى لون لساني عاجبني لا أريد أن أجعله الأصلي على أساساً كيف هي بك زينة؟ لا أخرب على كل لسانك ياوا! مساء الخير يا جماعة كل واحد يمسك بالكوباء اللي قدامه دي ويتغرر بالمحلول اللي فيها وبعدين يبلعوا ممتاز هنعمل ده بقى لمدة 3 أيام وان شاء الله كل حاجة هتبقى زي الفل و تمام التمام بس من النهاردة مفيش حاجة اسمها لحمة مرة يا دكتورو ولا حتى غلع ولا حتى دلع خالص إلا في حالة واحدة إذا كان اللحم ده مبرد أو مفرز ويفضل ان هو يكون ديله 3-4 أيام ما ينفعش يكون طازة خالص لأن المرضى انتشر من حوالي 4 أيام بالضبط